السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي فيديو اليوم رح يكون في هدية مسابقة لكم رح تكون في اخر الفيديو برضو رح اوريكم مشترياتي من اي هيرب ورح اوريكم الطريقة اللي هي طريقة الشحن الجديدة وشركة الشحن الجديدة من اي هيرب وكل هذه المعلومات رح تكون في الفيديو خلونا نبدأ طبعا بعد ما تحبون السلة حقتكم بكل المنتجات اللي انت تبقونها تنزلون الاسفل شي رح يطلع لكم هنا تطبيق غمز العرض رح تحطون كود الخصم حقي اللي هو FVG256 وتسوون تطبيق ورح يخصم لكم كده طبعا رح تنزلون على احصل على تقديرات الشحن تضغطون عندكم شركات شحن كثيرة ولكن هذي الشركة جديدة اللي هي اول وحدة انا حاط عليها العلامة اللي فيها علامة طيارة طبعا هذي الشركة قبل ما انصحكم فيها قلت لازم اجربها فطلبت طلبية هذي اللي رح اصورها لكم وصلتني خلال ست ايام فمرة مرة يعني شحنهم جدا ممتاز وسريع ومرة انصح فيها غير انها سعرها يعتبر اقل من باقي الشركات الان وغير كذا لو وصلتم تعديتم 300 ريال يعني ضرباتكم كانت اكثر من 300 ريال يصير عندكم الشحن مجاني الان للطلبية حقيقي صارت اكثر من 300 ريال زي ما تشوفون في التفاصيل الحين ايش رح نسوي رح نحط على شركة الشحن رح يطلع انه الشحن مجاني كذا تقدرون تاخذون الشحن مجاني او اذا ما كان عندكم طلبات كثيرة الشحن رح يطلع لكم ب15 ريال وغير كذا بتوصلكم بوقت قليل رح اوريكم الحين الشحن اللي انا طلبتها بتاريخ كم ومتى وصلتني زي ما تشوفون انا طلبت الطلبية يوم الاحد اللي هو 11 شوال وبعد كذا طبعا الطلبية جيتني من امريكا يعني مرة يعني مشوار وبعد كذا طبعا وصلتني اللي هي يوم زي ما تشوفون الباحة 18 شوال يعني تقريبا في خلال ثمانية ايام كمان هي وصلتني يوم 16 شوال بس لان المندوب ما وصلها لي يوم 13 فيعتبر يعني الخلل من المندوب نفسه ولكن كانت توصيل في ثمانية ايام مرة مرة شي حلو غير انها اصلا وصلت في ستة ايام كنت اقدر استلمها من الفرح خلال ستة ايام فمرة انسحكم في شركة الشحن الجديدة هذي لو حابين الشيات وصلتكم بسرعة والحين نجي نشوف المنتجات اللي انا خذيتها طبعا في بعض المنتجات مكررة وسبقني صورتها لكم في سناب في الانستجرام لو حبيتم برضو في الانستجرام سويت هايلايت كامل عن اي هيرب والمنتجات اللي قد تجربتها من اي هيرب لو تحبون شركات ثانية زي مثلا شيئين او اي شركة ثانية او حطركم برضو عنها هايلايت في الانستجرام تصير مرجع لكم او اصور لكم هنا في اليوتيوب اكتبوه لي في التعليقات وان شاء الله رح سويها لكم وقريبا بإذن الله رح يكون فيه اشياء حلوة من شيئين رح اصورها لكم كلها والحين فتحنا الكرتون طبعا ميزة اي هيرب انهم يغلفون الطلبية بهذه الطريقة فتضمنين ان شاء الله انه ما في شيء يتكسر يعني او ما في شيء يصير فيه خلال عليك طيب الحين ببدأ اطلع لكم منتجات واحد واحدة وريكم اول شيء معانا بوكس اللي هو بوكس البيتي اس للعناية طبعا يجيكم فيه مجموعة اشياء بس ما رح اقول لكم عنه تفاصيل لانه هو رح يكون من ضمن الجيف اووي اللي رح اعطيكم اياها نهاية المقطع فاكمل الفيديو ثاني شيء اللي هو طلبته اللي هي هذه فرشة ومعجون الفرشة ومعجون حق اي هاب جيكم مرة كيوت حلوة لو تبغانها هدايا لاطفال التوزيعات مرة 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 حلوة في اشياء للبنات في اشياء الاولاد وردتكم اياها كمان فيديو العيد لو حبيتوا ترجعوا لها يعني تلاقون في الفيديو بالتفصيل كمان اخذيت كريم الكولاجين هذا صراحة مو انا اخذيته طلبتني ايا امي لانه مرة مرة حلو للبشرة والكولاجين معروف اصلا عن البشرة فحبيت اني اجربه مع امي واقول لكم ان شاء الله نتيجته بعدين معانا انا قد سويت اتوقع في واحد من الفيديوهات عنه ريفيو كامل عنه بعد كده طبعا اللي هو صلصة الرانش برضو كمان حطتها في واحد من الفيديوهات اللي هي حقه الاكل اللي من اي هيرب اللي هي صلصة صحية فتجيكم مغالفة بهذه الطريقة المرتبة كمان خذيت ماسكات ومجموعة ماسكات اللي هي من شركة توني مولي بعضها تجيكم بالليمون بعضها بالخوخ كان مجموعة ماسكات متنوعة رح اصوي فيها كمان حركة حلوة رح اشوفونا ان شاء الله في فيديو اللي الجاي او اللي بعده فهذه هي مجموعة ماسكات من شركة توني مولي وبعد كده طبعا خذيت اللي هي مجموعة من الشبسات طبعا من الشركة اللي انا مرة احبها هذا الشبس اول مرة بجربه اللي هو بالبابيكيو قلت ابغنوع كده في النكهات ما بغنصير بس النكهات اللي انا متعودة عليها وكمان طلبت هذا لانه خاص صار من المفضلات عندي اللي هو بالهالبينو حار بس مو الحرارة اللي كده توجع لذيذ مرة وسبايسي لذيذ وبعد كده طلبت كمان اللي هو الديجون والعسل اللي هو الخردل والعسل طبعا هذا من فضلاتي وصورت لكم كثير قبل كمان شريت اللي هي هذي اللي هو البسكوت هذا بيتزل طبعا عندنا في الاسواق تلاقون اول شي ما تلاقونه كثير ثاني شي تلاقون كمية بسيطة وسعره كمان غالي هذا الكيس يعني كيس حقه كبير تقريبا بحجم كيس الشبس الكبير وتسعره تقريبا بس عشر ريال فمرة مرة حلو وبالنسبة الاطفالي صار من المفضلات عندهم كمان طلبت هذه اللي هي الفواحة صورت لكم اياها قبل على سناب بالتفصيل كنت طالبتها لامي وعجبتني مرة فقررت اني اجيبها لكم تكون من ضمن الـ اللي رح يكون ان شاء الله المرة هذه الحين كده تقريبا خلصنا كل الاشياء الحين رح اوريكم ايش الاشياء اللي رح تكون هدايا لكم وكيف تشتركون في المسابقة واش الشروط اللي لازم تسوونها عشان تكسبون هذه الهدايا الشروط رح تكون سهلة وبسيطة رح اكتبها لكم هنا على الشاشة بس تسوون هذه الشروط وان شاء الله رح تدخلون في السحب رح احاول اسحب خلال اسبوع وباذن الله باذن الله لوصلنا اكثر من عشر الاف برضو رح اصويكم مسابقة وعند كل يعني عدد متابعين معين رح اصويكم مسابقات حلوة لانكم انتم دايما تدعموني بوكس البيت اس طبعا في مجموعة اشياء وهو رح يكون من ضمن الهدايا رح يكون في هديتين الهدية الاولى بوكس البيت اس والهدية الثانية رح تكون الفواحة بوكس البيت اس رح يجيكم داخله عشر ماسكات للبشرة طبعا الماسكات مرة وعليها مدح يعني مو بس انه عشانها ماسكات بيتي اس لا عليها مدح انها حلوة وترطب البشرة وتناسب البشرة الدهنية والحساسة كل انواع البشرة رح يجيكم عشر ماسكات وغير كده رح يجيكم كمان الظرف في عشر صور لفرقة بيتي اس اتوقع انهم بسوين هذي الصور خاصة يعني للبوكسات هذي فقط يعني الجلسات هذي او الصور هذي ما رح تكون مع احد غيركم لو انتم شارين هذا البوكس او انكم انتم طلع لكم هذي البوكس والجائزة الثانية او الفائزة الثانية رح يكون منصيبها هذه الفواحة طبعا فيها ميزات كثيرة منها فيها بلوتوث تقدرون تشغلون فيها سماعة تحطون قرآن فيها برضو انوار لمبات كثير او الوان مختلفة كمان فيها منبه وفيها ساعة وفيها شغلات كثير غير انها فواحة وتقدرون تحطون فيها زيوت عطرية وتسير لكم اللي هي بالموية فان شاء الله تكون منصيب احد محتاجها وبس كده نكون انتهى الفيديو اتمنى يا رب انو عجبكم واتمنى ان فائزين يكونون اشخاص يستحقون الهدايا فعلا وان شاء الله يا رب تكون فيديوهاتي على طول عاجبتكم لو يعجبكم الفيديو لا تنسوا ان تدعموني بلايك ولو انتم مشتركين اشتركوا في القناة واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم الى اللقاء اشتركوا في القناة